مرحبا حبايب أصحاب برج الجدي شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجدي العامة القراءة راح تكون عامة تشمل الجانب الصحي الجانب العائلي الجانب العملي الجانب العاطفي قراءة للمنفصلين المطلقين والعزاب وأيضا المرتبطين في علاقة وخلونا نبلش هسا نقرأ التوقعات أشوف أنه راح أبلش بطاقتك الحالية يا برج الجدي برج الجدي إذا أشوف أنه أنت ممكن البعض منكم بهاي الفترة يكون كان مر بعلاقة ثلاثية أو هو حاليا بعلاقة ثلاثية وما قاعد يقدر يطلع من عندها أو ممكن يكون أكو طرف ثالث بينك وبين الشريك هاي على الصعيد العاطفي أشوف أنه أنت متمسك بشخص بصورة كبيرة جدا وإذا تحاول أنه تحافظ عليه أو حتى تحافظ على العلاقة اللي بيناتكم من التدخلات الخارجية ممكن يكون أكو شخص واقف بينك وبين الشريك ممكن يكون معارض من أهلك أو حتى من أهل الشريك اللي أنت تتعامل وياه هذا الشخص أشوفه موقف العلاقة اللي بيناتكم مقطوعة ممكن تكون أنت بالفترة الحالية مقطوعة علاقتك بالحبيب بسبب موضوع علاقة ثلاثية أو حتى وجود طرف ثالث معارض بينكم بالعلاقة لأنه أشوف أنه أكو أمر فجأة صاير وياك أو راح يصير وياك ببداية السنة ممكن يكون يخص علاقة بالنسبة للمرتبطين أو حتى المتزوجين أما بالنسبة على صعيد العامل بعض منكم ممكن أنه يكون بالفترة الحالية داخل بشراكة بالعمل لأنه إذا أشوف أيضا عندك تقدم بس قاعد تتقدم بحذر بالعمل ممكن أن بعض منكم يكون داخل بعمل جديد أو شراكة بالعمل وقاعد يتقدم بهاي الشراكة خطوة خطوة عنده نوع من الحذر من المخاوف أنه يخسر بيها أو ممكن يكون حتى داخل عمل جديد ولكن أكو شخص دي يأثر عليك بهذا العمل اللي أنت دخلته ممكن يكون شريك وهذا الشريك أنت ما مرتاح لعندك شكوك اتجاهه أو حتى ممكن يكون شريك عاطفي شخص أنت قاعد تتعمل أو عندك نوع من الشكوك والأوهام اتجاهه لأنه طلعت هنا طاقة الأسرار موجودة ممكن تكون عند هذا الشخص خاصة إذا كان من برج الحوت فهذه الطاقة العامة بالنسبة لكم للبعض البعض الثاني أشوف أنه أنت مركز على العمل بالفترة الحالية والبعض منكم منتظر شخص يصير بينك وبين كلام أو حتى موضوع رجوع أشوف الأكثرية من عندكم قاعد تنتظرون رجوع تنتظرون بداية جديدة ويا شخص أو حتى تعويض رباني البعض من عندكم الثاني قاعد أشوف أنه بهاي الفترة مركز تركيز عالي سواء كان على العمل أو حتى إذا تشن الطالب ممكن تركيزك يكون على القراءة يعني بالفترة الحالية ووضعك الدراسي أشوف أنه مهتم بوضعك الدراسي وقاعد تحاول أنه توصل أو تحقق نجاح بوضعك الدراسي أو حتى العملي أشوفك مشغولة هواية بالعمل وعندك نوع من عدم الاهتمام بالفترة الحالية ده تحاول أكو شخص بحياتك ما تبين لاهتمامك به مثل ما نقول لابس وجه خشب عليه رغم أنه أنت مراقبة من بعيد ومتمسك به ولكن ما تريد تتقرب منه وتصرح بمشاعرك ممكن يكون أنت متخذ موقف اتجاه هذا الشخص وسبب موضوع صاير بينكم بالماضي عموما هاي طاقتك العامة بالفترة الحالية برج الجدي أشوف أنه أنت الطاقة العامة للسنة أو حتى ممكن هذا الشيء صاير أشوف أنه أنت بالفترة السابقة مريت بمرحلة انفصال المؤلم الانفصال اللي صار بينك وبين هذا الشريك أو حتى راح يصير ما أشوف أنه أنت سبب منه ممكن أكو طرف ثالث دخل بينكم وهو خلى هاي العلاقة اللي بيناتكم تنهد وتنتهي ممكن يكون طرف من العائلة لأنه أشوف أنت حتى أوضاعك على الصعيد العائلي أكو أشخاص منافقين موجودين إياك بالعائلة ممكن ناس قاعدة تغشك أو تخدعك بصورة ما موجودة هي من العائلة الموجودة يعني شخص من عائلتك نفسه شخص ممكن يكون مقرب إليك أو حتى ممكن يكون شريك أشوف أنه أنت مريت بمرحلة مؤلمة مريت بصدمة مثل ما نقول أنت ممكن تكون بسابق مرة بصدمة أو حتى بداية السنة ويانك بدت بصدمة هذا الشيء مسبب لك متاعب هواية أشوفه أشوف عندك نوع من الانعزال بالفترة الحالية صاير أنت منعزل عن الناس تحاول تقيم التجارب تحاول تبحث أكو موضوع أنت قاعد تحاول مرة واثنين واثلاثة وأربعة بما عندك يأس من نتشنت بالماضي ممكن هذا الموضوع يكون قلت لكم بخصوص شيخص اللي أنت مرتبط به ممكن يكون أكو أطراف خارجية تدخل بعلاقتكم وهي قاعد سبب المشاكل أو حتى هي اللي سببت انفصال للبعض الثاني أشوف ممكن يكون مار حتى بانفصال يعني طلاق للبعض الثاني ممكن أيضا يكون مريت بحالة وفاة بالسابق وهي الحالة ما للوفاة أو الموضوع للأزمة اللي صارت الصدمة اللي عانيت من عدها ظلت مأثرة عليك هوايا بعد هذا الحدث الأمور كلها راح تنقلب وراح تصير صارحك أمورك كلها راح تتحسن وشوف قلت لك عندك نوع من بالفترة الحالية يعني انعزال طاقة الانسحاب أنت منسحب مبتعد عن الناس دا تحاول تقيم حياتك تقيم التجارب اللي مريت بيها بالسابق دا تريد تستفاد من الأخطاء اللي أنت مريت بيها ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج العدراء أو حتى برج العقرب وهذا الشخص ينطبق عليه سيناريو اللي قلته سيناريو الانفصال الصدم اللي صار إليك أو حتى الحدث المفاجئ البعض منكم ممكن يكون مر بخسارة مالية خسارة عاطفية أو حتى خسارة إنسان من العائلة مقرب منك ممكن يكون شخص كبير من السلمات وأنت أثر عليك وفاة هذا الشخص بصورة كبيرة أشوف أهم الأحداث اللي راح تصاروا ياك أكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ هذا الرزق أشوفه راح يغير حياتك المادية ويحسن من عندها من بعد ما كانت أمورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي أشوفه أنه أكو راح تبلش ممكن تبدأ تفكر بمشروع أو تخطط بمشروع أو حتى إذا شنت مخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي اتحقق هذا المشروع أو هاي الخطوة ولكن أشوفك متباطئ بتحقيقها لأنه ممكن تكون منتظر مساعدة من الشخص أو حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك ياها بالأول أشوفك متباطئ بالتقدم هذا العمل أنت ما قاعد تستعجل أنت أساسا طاقتك ترابية فتتقدمه ببطئ أشوف أنه أنت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية أنت تحاول تقيمه من جميع الجوانب ما عندك روح المجازة فأنت تفكر هوايا قبل ما تخطي خطوة إلى الأمام أشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطئ ولكن أنت قاعد تتقدم من الحلم اللي أنت تريده أو حتى تحقيق هذا المشروع أو العمل قاعد تتقدم إلى ولكن التقدم راح يكون ببطئ الأمور تبدأ بالتحسن خاصة على الصعيد المادي أشوف عندك مصاريف هواية مسؤوليات هواية راح تكون خاصة على الصعيد العائلة ممكن تكون أنت عندك مسؤولية شايل مسؤولية بيت شايل مسؤولية أهل أو حتى أولاد البعض منكم متزوجوا عند أولاد فأشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي أنت موجود به وده تحاول أن تفكر بطريقة جديدة لكسب المال للأرباح تركيزك المادي كلش عالي راح يكون قلت لك لأن البعض منكم ممكن يكون مار بخسارة مالية بالسابق وهاي الخسارة أثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت أمورك فترة البعض من عدكم ممكن يكون يعني أنا هاي الورقتين مني طلعين عندي سوى ويا ورقة الشيطان البعض منكم ممكن يكون أكو عمل مأثر عليه وهو اللي موقف أمورك العملية والمادية فاللي يحسون أو ممكن يكون أكو شخص يمسوي لكم عمل وأنتو عدكم علم به أو حتى شاك فاتأكدوا حصنوا نفسكم أرق ونفسكم بروقية شرعية أكو حسد عالي عليكم أشوفه أكو هواية أحداث قاعد تصر بيكم وبسبب الحسد بسبب ممكن موضوع عمل صار لكم من أمرأة أشوف هاي الأمرأة عندها طاقة خبث يعني طاقة مكر خداع ممكن تكون من العائلة وممكن تكون أمرأة غريبة أيا كانت ولكن أشوف أنه تأثيرها كبير هاي الأمرأة بحياتكم وأموركم أغلب الأمور هنا طلعت لكم معلقة ويا هاي الورقة فأنتو بالتأكيد أكو عدكم طاقة سحر موجودة ممكن تتعرضون السحر ببداية السنة أو ممكن تكونون تعرضتوا إلي بنهاية السنة الفاتت فأشوف أنه لازم ترقون نفسكم لازم تسوون استشفاء لأنه حتى وضعكم الصحي مدى أشوفه ذاكي الوضع الزيان يعني فأموركم شوية راح تبلش ببداية السنة موذيك الأمور التمام شوية بها تباطو أموركم راح تبدأ تتباطئ شوية شوية بالأعمال بالعاطفة بكل شيء عدكم تباطو أكو أمور معلقة ما قاعد تتيسر تحسوها ولكن النصف الثاني إن شاء الله تبدأ تتيسر الأمور تمشي شوية شوية بس أرجع أكرر لكم طاقة السحر اللي موجودة عدكم قوية جدا عندها أشوفها البعض منكم هاي طبعا قراها عاما مو لكل البعض وطبعا البعض اللي إذا أقول عليهم هم يعرفون نفسهم يعني الناس اللي إذا أقول آني ممكن يكون عندها سحر هي أكيد أما تعرف أنه هي عليها عمل أو حتى شاكة بشخص ممكن يكون مساوي لها عمل فأرقوا نفسكم حصنوا نفسكم من العين من الحسد من السحر الأذكار دائما خليكم دائما أذكار مساء أذكار الصباح صورة البقرة اسمعوها رقيات الشرعية ما للسحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة يحاولوا تكتمون أرزاقكم لا تحشون الأرزاقكم للناس تكتمون أموركم الحلوة نفسكم حتى قضاء الحوائج هي قضاء الحوائج لازم تنقضي بالكتمان فاللي لازم تسويه أنه أنت تكتم لأنه حتى نقاط القوة اللي عندك هي أنه أنت تكتم مشاريعك أحلامك ممكن الإنسان حتى أحلامه ينحسد عليها تكتم أموالك تكتم على كل شي حلو موجود بحياتك حاول تحافظ عليه مثل ما نقولون أخواننا المصريين داري على شمعتك تئيد فأنت حاول أنه تكون كتوم بهاي السنة على أرزاقك على أحوالك العاطفية استقرارك العائلي أي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول أنه تكتمه بهاي السنة لأنه عندك طاقة حسد كل شعالية موجودة وأيضا طاقة العمل للبعض من عدكم موجود اللي يعرفون نفسهم من أقول طاقة عملهم ويعرفون أنهم ممكن يكونون متعرضين السحر فأرجع أكرر لكم حاولوا تحصنون نفسكم بالأذكار أو تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم لأنه راح يعرق للكم هواية أمور خاصة لأمور المادية لكم هاي على الصعيد العملية قلت لكم أشوف عدكم تقدم بالعمل راح يبدأ يبلش ببطء شوية لأنه أنت خطواتك بحذر متباطئ أشوفك على الصعيد العملية تتمشي بحذر خطوة خطوة خايف من الخسارة خايف أنه تخطي خطوة غير محسوبة وتأدي إلى خسارة لأنه أنت بعض منكم already خسران متعرض الخسارة المالية بالسابق فهذا الشيء مخلي عنده حذر على الوضع المادي بالفترة الحالية وراح تتقدم وبطء بمشروع وأشوفك راح تنجح بهذا المشروع المشروع اللي أنت قاعد تشتول عليه ممكن يكون بيتنقل ممكن يكون بمكان بعيد عليك أو حتى بيسفر فأشوف الأسفار البعض من عدكم عنده سفر متأجل صار لفترة يا برج الجدي السفر إن شاء الله بداية الشهر الثاني للناس اللي مقدمين على هجرة أو شيء وأمرهم كان معلق فأشوف شهر الثاني أكو راح يجيكم خبر عن موضوع سفر شان متأجل عليكم أو متأخر صار لفترة وراح يتيسر ويتم هذا السفر خلونا ننتقل على الوضع الصحي الوضع الصحي مثل ما قلت لكم يعني الطاقة قاعد تكرر نفسها البعض منكم هو وردي متعرض للسحر أو عمل أو حتى طاقة حسد كبيرة وهذا الشيء مأثر على أمورك كلها أشوف إنه ممكن تعانون من المشاكل بالظهر بهاي الفترة الظهر المفاصل أكثر شيء بعض الناس من عدكم ده أشوف عدكم آلام بالظهر بالأقدام ده تصير عدكم بالمفاصل هذا الشيء محتاج منك وقفة محتاج منك إنه تستشير طبيب هوايا ناس قاعد أشوف يعني مريته بأزمة صحية بالسابق أو حتى حتمرون بأزمة صحية ولكن راح تعدي إن شاء الله الأمور على خير وراح يصير عدكم شفاء ولكن محتاج من عدكم تركيز أكثر تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون به البعض منكم أشوف ممكن تكون عنده مشكلة بالأكتاف وبالظهر أكثر شيء هذا طالع يمي على الوضع الصحي فإذا كانت عدكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها لأنه إذا ضليت وتهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع العملية الجراحية إذا كانت تخص الظهر أنا قلت لكم أشوف أن الأمور تعد على خير ولكن محتاجة منك تركيز لازم تهتم بأوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة بالنسبة للأوضاع العائلية برجو جدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة وياك هذا الشخص ممكن يكون مقرب وطاقة هنا طالع يمي طاقة هوائية هذا الشخص قاعد أشوفه ممكن يكون ينقل كلام بالبيت أو حتى يسبب فتنة يسبب مشاكل هذا الشخص ممكن يكون دا يغشك أو حتى البعض من عدكم ممكن يكون هاي طبعا القلة قليلة منكم البعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك أموال أو سارق منك حاجة وانت بعدك الحد الآن ما مكتشف هذا الشي أشوف راح أتكشفه بالفترة الجاية ولكن احذر من عنده أشد الحذر لأنه هذا الشخص أول شي ينقل كلام منك ويوديل غيرك وسبب مشاكل بينك وبين الأطراف الثانية اللي موجودة هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي موقف أمورك أو حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشريك طبعا للبعض منكم وللكل اللي قرأت طاقتهم بالبداية فأشوف أنه هذا الشخص اللي من العائلة احذر من عنده أشد الحذر ممكن هذا الشخص يسرق منك أموال ممكن يسرق منك حتى أفكار ممكن يكون يسرق منك يأخذ منك كلام وهذا الكلام يأخذ ينقل الغير ناس وتسبب لك مشاكل هذا الشخص أشوفه اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية متاعب هواية وأيضا عنده طاقة الأعمال بالخفاء يشتغل من وراء ظهرك يحاول يخرب عليك أمورك فاحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك واللي قاعد أشوفه من العائلة شخص مقرب من عندك لأنه هاي ورقة العائلة فمن تطلع بورقة العائلة ورقة السبينة في سورد بمعناها أوردي أكو شخص بالعائلة أنت مخدوع بي هذا الشخص اللي أنت مخدوع بي ممكن قلت لك احذر من عنده احذر على أموالك احذر على أغراضك أكيد أنت من راح أحكي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقته منه هو موجود فاحذر من هذا الشخص بهذه السنة لأنه أشوف تأثيره راح يبقى وياك لحد شهر الثامن من هاي السنة هذا شخص راح يبقى يأثر عليك بهواية أمور ولكن هو ينكشف بالآخر أحلامك وتطلعاتك يا برج الجدي برج الجدي أشوف عندك أحباط مطابعة بهذه الفترة أنت عندك طموحات عندك أحلام هواية ولكن قلت لك أنت ما أخذ وقفه ما أعرف شنو هاي الوقفة اللي أنت ما أخذه ليش أنت هل قد متباطئ بالأمور المادية أو حتى بحياتك بصورة عامة أنت منعزل أساسا طاقتك طاقة هنا برج العذراء أيضا متباطئ فبعض من عدكم دا توصلني طاقة أنه ممكن تكون الأمور العاطفية مأثرة عليك على شغلك على نفسيتك أشوفك محباط أشوفك متعب يعني من تطلع هاي الورقة بالآمال والطموحات يعني معناها أنت بالفترة الحالية حتى أحلامك وطموحاتك كلها مأجيلها ما قاعد تريد تحققها أنت متباطئ كلش عندك طاقة تحباط شديدة تأخيرات هواية صايرة عندك ممكن أمور هواية متعرقلة بحياتك هذا شيء مخليك قاعد هاي القاعدة برج الجدي أرجع وأقول لكم أشوف أنه أكو عمل مأثر عليكم بصورة كبيرة أو حتى طاقة حسد كلش عالية حاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف أنه ممكن يكون عندها عمل فهاي طاقة مال الأحباط من تطلع بالآمال والتوقعات معناها أنت ما أخذ وقف فأنت موقف كل شيء بالفترة الحالية خاصة أول 14 من السنة أشوفك راح أتوقف أمورك كلها أتوقف أحلامك أتوقف يعني حتى أوضاعك العاطفية أنت ما تريد تمشي تخطي خطوة إلى الأمام أنت باقي ما توقف بمكانك بهاي الفترة ولكن بعد هاي الفترة أشوف أمورك تبدأ شوي شوي تتحسن تستعيد القوة البعض منكم ممكن تكون عندها أحلام وطموحات يطلع العمل جديد ولكن هم باقي على المضمون لأن قلت لكم هنا عدكم تباطئ فأنتم متباطئين ما قاعد تمشون تخطون خطوة جديدة أنتوا باقين على الشيء المضمون اللي موجود عندك الثابت وإذا تحاول تشتغل عليه قاعد ترفض هوية عروض قاعد تجيك ممكن تكون من أشخاص تتعرفهم أعمال جديدة أو شراكات جديدة ده تحاول أكو أشخاص قاعد يجون ده يحاولون أنه ممكن يحققون شراكة وياك ولكن أنت قاعد تشوفك متباطئ ما قاعد تخطي خطوة للأمام قلت لك فحتى أحلامك وطموحاتك أنت بالفترة الحالية ناوي أنه تركز على الشيء اللي موجود بين إيدك خاصة أول أربعة شهر من السنة لأنه عندك مخاوف وبعدها تبلش تبدأ البداية جديدة أو تنطلق مثل ما نقول أنت حاليا ده أشوف وضعك طاقتك طاقة تباطئ بكل الأمور فخلونا ننتقل للوضع العاطفي إلى برج الجدي اللي قاعد أشوف مأثر على حياتك كلها بصورة عامة برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم مارب انفصال هاي الورقة وهاي الورقة هي ورقة النهاية وهنا أيضا عندك ورقة The World هي ورقة النهاية فأنت ممكن البعض من عندكم يكون ناهي علاقة فعلا والنهاية العلاقة هاي ما كانت نهاية مرضية إليك هاي العلاقة ممكن أنت شنة تباني عليها هواي آمال هواي ضحيت بها هواي حاولت تبني أو تأسس يعني هي ورقة التور أصلا شوفوا هو بيت كان ثابت ومستقر فجأة جت عاصفة هذا طبعا التأثيرات هاي مو نتائج أعمالنا هاي التغييرات قدرية تكون ورقة الميجر أركانا فأكو شي مفاجئ صار بحياتك هذا الشي قدر أنه البيت إذا تشنت أنت مثلا متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة الطلاق البيت اللي أنت بنيته وتعبت عليه وضحيته هواي وحاولت هواي حتى تحافظ عليه بخاصة المززوجين هنا قاعد أشوف الناس المززوجين وهم يعني ممكن يكون بينهم زعل أو حتى انفصال يعني صاير ولكن مو ما أشوف انفصال رسمي بعض منكم بعدها العلاقة ما منتهي أكو بعض كلام بها ممكن يكون بسبب طرف ثالث مثل ما قلت لكم فأنت حاولت بكل مجهودك أنه تحافظ على هذا البيت تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين تكمل هاي العلاقة شنو تتحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة هاي العلاقة كانت بالنسبة إليك هي قدرية أنت شنو تبني عليها هواية أمال وأحلام فجأة دا شوف صار شي مشكلة أو حدث هد الأحلام اللي كانت عندك كلها فسقف التوقعات العالية اللي كان عندك كله انهد لها سبب أنت عندك إحباطهم متعلقة أمورك كلها قلت لكم يعني ممكن تكون طاقة السحر هي المأثرة لأنه طرعت أيضا ورقة الشيطان بالعلاقة العاطفية فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي ممكن يكون يعني من طرف شريك إليك أو حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك هو ممكن يكون اللي يمسوي هذا العمل اللي يمخليك بهاي الطاقة المتعبة فالعلاقة هاي قلت لكم ممكن تكون ويا شخص من برج ناري ممكن تكون شخص من برج الجدي مثلك أو حتى برج الحمل نا موجود يمني برج القوس برج الثور برج العدراء برج العقرب برج السرطان هاي ورقة أشوف هاني برج السرطان وأيضا برج الميزان فإذا كانت تتعامل ويا أحد هذه الأبراج اللي موجودة أشوف قلت لك أنت عندك مخاوف أكو علاقة أنت من السابق تعرف أنه العلاقة هاي لازم تنتهي كانت بس أنت كانت تحاول تقاوم الانفصال أو إذا كانت بعدها ما منتهي فأنت الحد الآن قاعدت حاول تأخر موضوع الانفصال تعرف أنه الانفصال راح يصير ولكن أنت ما متقبل التغيير ما متقبل النهاية ويا هذا الشخص أشوف ممكن يكون هذا الشخص هو اللي ينهي العلاقة وياك وأنت بالفترة الحالية قاعدت حاول ترجع هذا الشخص للحياتك أو حاولت ترجع هذا الشخص للحياتك زيادة عن اللزم ولكن هذا الشخص انطاك ظهري وراح ممكن يكون هذا الشخص حتى بلش بداية جديدة بعيدة عنك عندك ورقة النهاية أكو صفحة كانت ما مغلقة من الماضي يعني ممكن تكون منتهية ولكن ما مغلقة بشكل تام ممكن كان باقي بها تواصل أو حتى أمل أشوف هاي العلاقة اللي قطيتكم المعالم مالتها كانت بينكم مصحية كانت متعبة كان بها طرف ثالث دائما يخرب عليكم بالعلاقة وحتى ممكن تكون اكتشفت موضوع شخص ثالث انت وهذا الشي اللي صدمك أو فاجأك هاي صدمة كبيرة تجاه الشخص وقررت أن تنهي العلاقة لأنه قاعد أشوف أنه أنت خلص قررت ما تنطي بعد فرصة ثانية لهاي العلاقة أنت ناهي هاي العلاقة وبلش يصير عندك اكتمال أنت يعني وصلت المرحلة النهائية خلص بعد هاي العلاقة لازم تنتهي وراح تنتهي وشوف أنه راح تنتهي هاي العلاقة احتمال يدخل شخص بحياتك بصورة سريعة ويصير بينك وبين التعلق بس نصيحتي إليك يا برج الجدي إذا أكو شخص دخل بحياتك بسرعة بعد الانفصال اللي صار حاول أنه تنطي فرصة نفسك أنه تستشفي أنت محتاج استشفاء بالفترة الحالية حاول تنسى الأزمة اللي عديت بيها تتشافى من عدها تماما حتى لا تغلط وتاخذ قرار متسرع تدخل بعلاقة ويا شخص ممناسب إليك المهم على الصعيد العاطفي أشوف عندك انتصار أكو عندك وقفة أكو عندك انتصار على شخص ظلمك هواية بالسابق هذا الشخص الشخص هذا أشوفه من النوع اللي كان قراراته مجحفة اللي يتخذها يتخذ قراراته على أساس العقل مو العاطفة ممكن يكون ما كان يهتم ما كان يهتم بيك الاهتمام اللي أنت تنطيه لأنه أشوفه أكو قرار عاطفية ممكن تكون عكسية طبعا هسا هواية يقولوا لي لا هذا برج الجدي هو الخاين هو هيت لأنه هواية بالأبراج تتكرر كلام على برج الجدي فالقراءة ممكن تكون عكسية يعني إذا تنت أنت شريك برج الجدي قاعد تابع برج الشريكك يعني فالقراءة ممكن تنطبق عليك أنت ما تنطبق على برج الجدي نفسه فهي قراءة عامة مستحيلة تكون يعني مضبوطة 100% لأنه عامة ويطاقات هساء راح يشوفون هذا الفيديو ما معقولة أنتو كلكم عاشين نفسي سينار واللي دا أقوله هي طاقة البعض من عدكم بس توصل فأشوف عندك انتصار على شخص من برج ناري هذا الشخص كان مجحب قلت لك بقراراته كان كلامه جارح راح تتخذ قرار أنه تقطع هذا الشخص من حياتك نهائيا ممكن هذا الشخص كان بخيرك بين خيارين لازم تختار من عدهم فأشوف أنه أنت راح تختار أنه تقطع هذا الشخص من حياتك تطلع نهائيا وعندك انتصار عندك تقدم أشوف راح راح تبلش تبدأ من جديد راح تبلش تبدأ خطوات إلى الأمام على الصعيد العاطفي عندك خطوة جديدة راح تتخذها عندك انتصار أكو حق إلك كان ضايع يم شخص هذا الحق أشوفه راح يرجع إلك بالفترة الحالية ولكن احذر من شخص طاقة نارية موجودة بمحيطك بهاي الفترة ممكن يكون عنده نوع من التلاعب أو الكذب فقلت لك أشوف عندك انتصار يعني أنت وردي راح تنتصر عليه هذا الشخص وممكن راح تكتشف تلاعبة بعد فترة بالنسبة للعزاب خلينا نتقل العزاب العزاب من برج الجدي أشوف طلع لكم يعني من أشوف وضعكم بـ 2020 بالنسبة للعزاب راح تكون سنة الحب سنة الاستقرار سنة العاطفة أكو علاقة جديدة راح تدخل بحياتك هاي العلاقة راح تكون بها تدفق للعاطفة كبير جدا عندك استشفاء إذا تنتمار بأزمة بسابق ممكن تنطبق عليك هاي يعني صار لك فترة طويلة من فصل وده تفكر بداية جديدة فأكو بداية جديدة ده أشوف كلها حب كلها سماح كلها يعني يصر عندك نوع من الغفران الذاتي راح تغفر للناس اللي مروا بحياتك بسابق وتبدأ بداية جديدة البعض منكم العزاب أشوف عندكم زواج حتى المطلقين صار لهم فترة كبيرة ما أشوف لكم رجوع بهاي الفترة ويا شخص اللي أنتم منتظرينه بتأخيراته وعدكم معارضات كبيرة ممكن يكونون بينكم أطراف بالعائلة هم اللي رافضين الرجوع للمطلقين فأشوف المطلقين عندكم فرصة جديدة عندكم فرصة زواج تقليدي الزواج ما راح يكون عن علاقة عن حبهاي بالنسبة للمطلقين يعني أشوف أكو زواج تقليدي وعلى الأغلب يكون من شخص من العائلة ممكن يكون هذا الشخص بينك وبينه أكو اختلافات اجتماعية أو حتى اختلافات بالمكان ممكن اختلاف بالعادات بالتقاليد وهذا الشخص أشوفه يكون أكثر شي من العائلة أو عن طريق أحد من العائلة راح يدخل بحياتك هذا الشخص وعدكم زواج المطلقي ما أشوف عدكم رجوع لبعض منكم يعني الأكثرية خاصة اللي تتعاملون ويا شخص من برج السرطان ما أشوف أكو رجوع لأنه برج السرطان قاعد أشوف أكو معارضات بينك وبينه هوايا وهذا شخص أمرا مو بيدة أكو شخص قدر هو يتحكم بالشريك يعني للمطلقين ده أحتي ممكن يكون هذا شخص كبير من العائلة هو اللي موقف العلاء وموقف الرجوع بيناتكم وهذا شخص ما إلى قرار أما العزاب أشوف وقدت لكم البعض منكم ممكن يكون عنده زواج عنده بدايات جديدة أكو بداية حب جديد راح يدخل بحياتك وراح يغير لك حياتك راح يكون مثل التعويض هذا الشخص راح يحرك المشاعر اللي بداخلك ونفس الوقت راح يتصر عندك نوع من المخاوف في بداية العلاقة ولكن بالنسبة للعزاب يعني هاي الكارد يقول لك حاول أنه تمشي ويالتيار خاصة إذا كان هذا الشخص البعض منكم هذا الشخص موجود فعلا داخل بحياتكم نهاية شهر 12 فهذا الشخص أشوفه كعلاقة بينكم العلاقة راح تكون مستقرة العطاء بها راح يكون متبادل العلاقة راح تكون متكافئة راح يصير عندك نوع من الغفران ذاتي للأمور اللي مرت بالسابق هواية يعني أكو بينكم تدفق سريع بالعاطفة والأمور بينكم بسرعة بسرعة راح تتطور وأشوف أكون جذاب كبير بينك وبين هذا الشخص من أول ما راح تشوفه أو حتى من أول ما راح تحتشويات بلش العلاقة لأن البعض منكم أشوف أكو علاقة راح بسرعة بسرعة تقوى بسرعة بسرعة يزيد بها التعلق بينك وبين هذا الشخص كل التوفيق للعزاب والمرتبطين والمنفصلين من برج الجدي خلونا هسا ننتقل للتحديات اللي راح تواجه برج الجدي بهاي سنة التحديات اللي راح تواجهك بهاي سنة يا برج الجدي أشوفها أوضاعك المالية التحدي اللي راح يواجهك بهاي السنة هو المادة المصاريف ممكن بعض الأوقات من السنة لأنه طلعت أيضا بنقاط الضعف اللي عندك راح تمر بأزمات مالية التحدي اللي اقدامك انه تحافظ على استقرارك المادي تحافظ على العمل اللي موجود بين ايدك بالفترة الحالية الاموال اللي موجودة صرفياتك حاول انه ما تصير كريم زيادة عن اللزوم ما تصير مبذر حاول انه تجمع المال وتحصل نفسك ماديا مو بس تحصل نفسك من السحر حصل نفسك ماديا لانه التحدي اللي اقدامك هو انه انت تحافظ على استقرارك المادي تحافظ على ثباتك إذا تشنت من الناس اللي متزوجين بالقراءة اللي قلتهم هسا يعني الناس اللي بينهم طرف ثالث ومسبب المشاكل الناس اللي متزوجين وهسا هم بحالة زعل أو انفصال بس مو انفصال تام يعني فالتحدي اللي قدامك أنه أنت تحافظ على بيتك تحافظ على استقرارك تحافظ على عائلتك أو حتى تحافظ على العلاقة الجديدة اللي راح تدخل بيها يا برج الجدي أما نقاط الضعف اللي عندك قلت لك راح تمر بأزمات ما ديها هواية راح تمر بأزمات حتى ممكن تكون عاطفية تغييرات لأنه السنة راح تكون متقلبة ما أشوف أكو ثبات بيها راح تكون الأوضاع متقلبة عندك بهاي السنة فحاول أنه تحافظ على هدوءك تحافظ على الأشخاص الموجودين إذا كانت أوضاعك يعني النقاط الضعف اللي عندك هنا ممكن تمر باحتياج عاطفي أو حتى احتياج مادي فحاول تتغلب عليه حاول تفكر بإيجابية اترك التفكير السلبي حاول تتخلص من هذا الموضوع أو تتخلص من التعب اللي موجود عندك بسرعة بدون ما تبقى واقف بمكانك وتبقى مثل ما يقول حاط الحزن بجرن وقاعد فلازم تتحرك لازم تفكر بإيجابية هواية والأزمات اللي تمر بيها راح تتعدي وراء يعني كل مشكلة وإلها حل وراء كل مصيبة أكفرج إن شاء الله أما نقاط القوة اللي عندك يا شوفها قلت لك إنه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمال نقاط القوة اللي عندك هي إنه أنت تحافظ على سرك تحافظ على وضعك المادي تحافظ على علاقاتك بصورة عامة إذا كانت أمورك كلها زينة حاول إنه تتكتم تكتم أمورك كلها طبعا أسرارك حافظ على أسرارك يا برج الجديل لأنه أكو شخص مقرب من عندك قاعد يفضح بالأسرار اللي أنت تنطهي وإنت واثق به وإنت معارف إنه هذا الشخص أساسا إنه هو متلاعب فحافظ على أسرارك حاول إنه تكتم أرزاقك تكتم أسرارك تكتم كل شيء يخص حياتك إلى نفسك لا تحاول تشرك أحد به لأنه شوف طاقة حسد عالية عندك طاقة مكر من شخص قاعد يشتغل بالخفاء ممكن يسرق منك حتى فكرة يسرق منك أي شيء وأيضا طاقة حسد عالية وناس مراقبين كهواية فنقاط القوى اللي عندك نوتا تكتم على حياتك وتكتم على أرزاقك واحذر من هذا الشخص المنافق اللي موجود بالعائلة وحصن نفسك بالأذكار من الأعمال والصحة